موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان حلقة جديدة من برنامجنا مع الناس كالمعتاد وقبل ما نبدأ في قراءة حلقة الليلة وهي حلقة خاصة جدا من أذكر حضراتكم بسؤال الحلقة على صفحة البرنامج وقناة الناس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي تقدروا حضراتكم كلكم تدخلوا وتجاوبونا على هذا السؤال علشان في نهاية الحلقة إن شاء الله نقول كل الأسماء التي توصلت إلى الإجابة الصحيحة مقصد حديث وموجود معنا على الشاشة ما هو عدد أولاد سيدنا النبي طيب رجعنا لحضراتكم وهنبدأ حلقة الليلة زي ما احنا متعودين بقول لحضراتكم نفهم ايه معنى الحديث يعني دايما مقصد آية أو مقصد حديث بنحاول نرفع الثقافة الدينية لأنفسنا بالتأكيد ولمن يحرص على متابعتنا من خلال مشاهدين الكرام هرحب عبر الهاتف بأستاذ الحديث دكتور أحمد نبوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بعد ما نشوف هذا الحديث ونرجع لحضراتكم مرة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه نروح على طول نروح على طول زي ما قلنا لحضراتكم لدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف مساء الله دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فاندم وبأستاذ المشاهدين ربنا أعز فضلتك إيه المقصود بهذا الحديث النبوي الشريف فضلتك الدكتور في البداية من الله الرحمن الرحيم طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيغرس فينا حاجة في المنتهى الأهمية وبيلفت انتباهنا جميعا ويقول لنا خلي بالكم يا جماعة من قلوبكم لأن القلب هو محل نظر ربنا سبحانه وتعالى يعني هو المكان اللي لما ينور الجسم كله ينور وأفعال الخير تيجي على إيدين الإنسان فالجوارح من السمع والبصر واللسان وكل حاجة هي عبارة عن مظاهر الأشياء اللي موجودة في القلب القلب ده بقى هنملاه بإيه اللي هو محل نظر الله هل يطرى هنحط فيه عداوة على بغضاء على حقد على حسد على غش إلى آخره ولا القلب ده هنملاه بالمحبة والخير والسلام ونفع الناس ومساعدة الناس وإن احنا يعني نكون زي ما قال في قوله تبارك وتعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم ده اللي هو السليم من البغي السليم من الغل السليم من الحسد صحيح وفي حديث ثاني يا أستاذ شريف اسمح لي فضل فضل فيه سنة مشاهدين في عبارة يعني يمكن تكون غريبة شوية على أسمعهم اللي هو القلب الحلو النقي الجميل الطاهر ده سيدنا النبي سماه القلب المخموم في حديث يقول لك إيه الصحابة سألوا الناس ويسألوا أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان فرح السادة الصحابة قالوا صدوق اللسان نعرفه صحيح فما مخموم القلب كانت لفظة غريبة شوية بالنسبة له قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسن نعم الصفات دي هي لما تبقى موجودة الإنسان يبقى فيها إنسان طاهر القلب نظيف الباطن جميل الباطن تصدر منه بعد كده كل أفعال الخير في المجتمع صحيح ينفع به الله تبارك وتعالى المجتمع والدين والناس وكل شيء علشان كده بنقول في لغتنا الدرجة أو البعض مننا يعني بيقول إنه ربك رب قلوب يا فاطل الدكتور أحمد هل ده تفسير ومعنى بسيط لهذا الحديث الشريف المعنى ده إن ربك رب قلوب بس مش معناها إنه العبرة بالقلب ونهم للعمل أو نعمل حاجة غلط بالضبط كده إن أنا مثلا ما صليش وقول ربك رب قلوب أكل حرام أو أرتاشي أو أفسد في الأرض أو أي فعل من هذه الأفعال لا العكس هو الصحية إنه طالما قلبك قلب كويس المفترض إن أفعالك بتتبع تكون أفعال كويس إن شاء الله وهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه من مثل هذه الأحاديث اللي هي فيها بتجمع بين خير الدنيا وخير الدين خير الدنيا وخير الآخرة وهكذا شكرا جزيلا فضلت الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأظهر على هذه المداخلة خلونا نروح لخبر تاني زي ما عودنا حضراتكم خبرنا النهاردة هو من وزارة التربية والتعليم اللي أعلنت الحقيقة عن تحديد موعد بداية الدور التاني 20-24 لجميع الصفوف في المراحل التعليمية الفصل الدراسي التاني أو اللي بنسميه الترمي يعني ده هيتم في كل المدارس المختلفة الرسمية والخاصة والرسمية لغات وده طبعا بيتأتى أو بيطابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وحسب الخريطة الزمنية اللي تم اعتمادها من الوزارة هيكون موعد بداية الترمي التاني يوم 10 من شهر فبراير 20-24 وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم 27 شهر يناير الجاري اللي هو السبت اللي جاي إن شاء الله على أن تستمر لمدة أسبوعين كاملين ووفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 20-23-2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم واحد من شهر يونيو المقبل إن شاء الله خلال هذا العام 20-24 أيضا تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي السبت 15 يونيو 20-24 كل التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل الدراسية إن شاء الله خلونا نطلع فاصل ونرجع زي ما عدناكم لحلقة اليوم وهي حلقة مش بس خاصة هي هتتكلم كمان عن خصوصية الإنسان عن احترمنا لخصوصية الآخرين كيف ينظر الإسلام إلى مفهوم الخصوصية فضلة الدكتور ربيع جمع الغفير بعد الفاصل أرحب بحضراتكم مجددا زي ما وعدناكم حلقة الليلة هنناقش فيها موضوع مهم جدا يعني تقريبا اختفى من مجتمعاتنا بعض الشيء مش عايزين نبالغ يعني ايه الموضوع ده هو احترام الخصوصية على الرغم من أنه ديننا الإسلامي الحنيف حث على احترام خصوصية الآخرين وعدم خرقها ووجه كمان أو نص على ما قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلامه عليه في حديث صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني إلا أن البعض الحقيقة منه بيتعامل مع انتهاك الخصوصية أو مع هذه المسألة على أنه أمر عادي وبياخده على ربما محمل الدعابة أو الهزار وبيعتمد في ده على علاقة القرابة أو الصداقة أو الأرب من الشخص اللي بينتهك خصوصيته بالتأكيد ربما ما يكونش ده يعني مقصود أو الشخص بتصرف بطريقة ما ياخدش باله منها إلا أن انتهاك الخصوصية بيعمل مشكلات كبيرة جدا وربما يصل بالبعض إلى حد القطيع هنترح أسئلة محرجة على الشخص اللي أنا بنتهك خصوصيته لأنه هذا الاقتحام بيتمثل فيه أني بتدخل في أمور قد يكون هذا الشخص اللي قدامي مش عاوز يتكلم فيها طيب إيه رأي الشرع فيه التعدي على خصوصية الآخرين وإزاي يحترم كل من خصوصية الآخر ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه بالتفصيل مع علمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أهلا وسهلا دكتور ربيع أهلا وسهلا سعداء باللقاء يعني ونسعد دائما بهذه الإطلالة بني سعيدك يا حبيب أهلا معدرتك أستاذ فضلتك في البداية نتعرف على مفهوم الخصوصية بشكل عام يعني إيه خصوصية الآخر يعني وأهمية هذا المنهج أو المبدأ في حياتنا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحقيقة الحديث عن الخصوصية هذا موضوع في منتق الأهمية لأنه هو بيمثل مظهر من مظاهر رقية العلاقات بين الناس ولقد جاء الإسلام وجاءت الشرائع السماوية كلها علشان تصنع لنا مجتمعات مترابطة متآلفة متعاونة متفاهمة يربط بين أبنائها روابط وأواصر الود والاحترام والتقدير علشان كده الإسلام والشرائع السماوية احترمت جدا ما يسمى بيه الملكية الخاصة أو الحرية الشخصية بشرط عدم الإضرار بالآخرين الخصوصية يعني إيه؟ الخصوصية أنها ليه محيط خاص بيه ليه عالم خاص بيه صحيح قد يفاجأ بعض الناس لما يعرف أن من ضمن احترام الخصوصية ده أن حضرتك ما ينفع شيء حد يسألني مثلا على حاجة أنا ما أخبرتش به يعني شوف إلى أي مدى سيدنا عمر بن العص مرة بيقول ما غلبني أحد مثل ما غلبتني جارية مرت بيه ومعها طبق مغطى فقلت لها ما في هذا الطبق فقالت لي وإذا أخبرتك بما فيه فلما غطيناه إذن؟ إحنا غطيناه عشان إيه؟ عشان الخصوصية تخيل حضرتك لما نسأل حد مغط حاجة أو مدار حاجة أو شايل حاجة ليه؟ إيه اللي في الشيء يبقى أنا بنتهك خصوصيته النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن من حدود الخصوصية أو احترام الخصوصية حقه للزوجة على زوجته قال إن لنسائكم عليكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون بيتك ده مملكتك فلا يحق للزوجة أن تأذن في زيارة في بيت زوجها لأحد أي كان درجة قربتها به ولو أبوها أمها إلا بإذن صاحب هذه المملكة وهو الزوج ولا يجلس على مكرمة لما يروح عندها البيت ما يعودش في مكان لو للزوج مثلا مكان خاص به لا يجلس فيه العجيب كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بيرتبلون من اللي يتقدم يصلي بالناس في حديث جميل جدا رواه البخاري وغيره يقول صلوات ربي وسلامه عليه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في سنة فأقدمهم هجرة شوف بها الجملة الجميلة دي أصد الشريف ولا يأم الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ولا يجلس على مكرمته إلا بإذنه يعني إلا يجلس على مكرمته افرد له مكان خاص أو حاجة خاصة بيستعملها شوف خاصة كلمة خاصة الخصوصية إن ده شيء خاص ولا يجلس على مكرمته إلا بإذنه الإمام الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء كتاب إحياء علوم الدين ومن كتب التراث الإسلام المهمة جدا من لم يقرأ الإحياء فليس من الإحياء زي ما قالوا اتكلم في الموضوع ده كلام جميل جدا يقول إن مثلا حداك لو سألتني انت صايم النهاردة ولا لأ أو ده انتهى خصوصية لو قابلتني النهاردة مثلا يوم اتنين يوم خميس يوم عرفة وكذا قلتني أنت صايم ولا لأ إيه الخيارات العقلية المتاحة بالنسبة لدلوقتي يا إما أني أقول لحضرتك أيوة أنا صايم يبقى تعرضت للرياء لا مش صايم يا إما أقولك أنا مش صايم وأنا صايم أنا كذب كذبت يا إما أني أسكت فأنت هتزعل مني وتعتبر ده عدم تقدير وعدم رد على السؤال فأنت بتحصر المخاطب إذا اقتحمنا هذه الخصوصية في خيارات كلها مكروهة وكلها مرفوضة فمن هنا أوجب الإسلام احترام خصوصية الشخص عايز يقول لها على حاجة يقولها مش عايز يقولها ما يقولهاش شوف بقى حضرتك كل ده الرقي العظيم ده بيأتي بعده بقى إيه درجات بقى مرزولة جدا في موضوع انتهاك خصوصيات الآخرين حاجة مثلا أنا بتتبع أخباره أنا بتجسس عليه أنا بأبحث بأنكش على أخباره المستطرة علشان أشيعها وأفضحها بين الناس شوف ربنا سبحانه وتعالى في صورة الحجرات ودي صورة إذا حق لنا أن نضع لها اسما غير هذا الاسم ممكن نسميها صورة الآداب الإسلامية أو صورة المجتمع الإسلامي الراقي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ وبعدين وَلَا تَجَسَّسُوا وبعدين وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ شوفوا ستشري في الترتيبة الجميلة للثلاث تعليمات دون اجتنبوا كثيرا من الظن أدي رقم واحد وبعدين وَلَا تَجَسَّسُوا ده رقم اثنين وبعدين وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ده رقم ثلاث إيه سبب الترتيبة دي؟ هل دي حاجة عباسية كده تحطت أي كلام؟ ولا لها هدف وحكمة إلهية؟ شوف حضرتك التجسس وضع بين رزيلتين بين رزيلة سوء الظن وبين رزيلة الغيبة لأن سوء الظن ده هو سبب التجسس وهو اللي بيدفع إلى التجسس والغيبة هي سمرة التجسس أو نتيجة التجسس يعني بعد ما هو بيتجسس ليه؟ علشان عنده سوء ظن عايز يرف الأخبار وفي سوء ظن عنده فضول عايز يعرف إيه المستخب ده؟ طيب فاللي بيدفعه غالبا سوء الظن لما بيتورط في رزيلة التجسس وشف بقى ما يكره أو شف ما لا يسر أو شف ما لا يسر صاحب الشيء أنه يتعرف عنه أو ينشره يحصل إيه؟ يطلق لسانه بالغيبة فيه ويطلق لسانه بالتنقص لعيوبه عشان كده بقى تيجي خطبة في منتهى القوة وفي منتهى الحسم لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه إيه معنى النداء ده؟ ده نداء غريب جدا ما قالت يا معشر المسلمين يا معشر المؤمنين يا أيها الناس مثلا ده قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه يعني ترجمة الجملتين دون أو الجملة دي معناها يا معشر المنافقين يبقى معنها أن الله يعمل الكلام ده ليس في زمرة المؤمنين إنما في زمرة الكافرين إيه يا رسول الله إيه شيء البشع الخطير ده قال لا تؤذوا عباد الله لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم يا السلام ما تتتبعش عورات الناس فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله يعني في عمق بيتي في عقردائي تأذن لنا في فاصل مولانا شكر جزيل وموصول على هذه الإطلالة يعني وهذه البداية الاستهلالية العظيمة نعود إليكم وإلى الدكتور ربيع بعد الفاصل مشاهدنا كرام مرحب بحضراتكم مجددا أهمية الخصوصية في حياتنا وإزاي نحترم خصوصية الآخرين فضيلة أستاذنا الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الذي قدم لنا استهلالة ولا أفضل عن مفهوم الخصوصية وسقلنا أيضا الأمثلة من السنة النبوية عن كيفية احترام الخصوصية لكن السؤال فضلتك إيه حدود الخصوصية دكتور ربيع من وجهة نظر فضلتك وإزاي الإنسان فينا يحترم خصوصية الآخر ما يتجاوزش في حقه يعني ولا يضره نعم إحنا زيما تكلمنا قبل الفاصل السيد الشريف إن الخصوصية معناها أن لكل إنسان عالمه الخاص هذا العالم لا يجوز اختراقه أو لا يجوز تجاوزه إلا بإذنه وإذاك شوف حاجة بإذنه الإسلام عمل لنا حاجة اسمها الاستئذان أدب الاستئذان وده من الأداب اللي هي مهجورة في حياتنا بنسبة كبيرة جدا جدا ده قمة اللياقة والزوء إن أنت لا تدخل عند أحد مكانه ولا تدخل حتى عقله وقلبه وعالمه الخاص بإلا باستئذان قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ورجعوا فارجعوا هو أزكى لكم شوف التعبير القرآن هذا أزكى أقيم وأطيب وأطهر وأرقى هو أزكى لكم والله بما تعملون عليهم ما ينفعش أبدا أن حد يدخل أي مكان بدون استئذان إلا أن يكون مالكا لهذا المكان أو مترددا عليه بشيء طبيعي ده الطبيعي بالنسبة له وده بالاستئذان ده يعني هي منظومة كاملة الحقيقة أن أنا لما أجل استأذن أدخل مكان ما أقفش قدام الباب بالضبط صحيح علشان ما أطلعش على عورات المكان وأن أنا لما أقف أقف على يمين الباب أو على يساره كمان أن أنا ما أطلقش بصري في المكان ولا أجلس في المكان إلا حيث يجلس ونصاحب البيت نحن تجاوزنا موضوع الطرق على الباب والاستئذان دكتر فضلتك عليه في وقت قصة التليفونات والإنترنت مخلص تنسيق فيه تنسيق وبعض التطبيقات اللي شغالة أحيانا الزميل يزعل يقولك ده أنا شفتك أونلاين على الواتساب وما رضيتش علي أيوة أو الفيسبوك طبعا فالحياة المضوبة أو ده اختراق الخصوصية كل ده اختراق الخصوصية يا أخي لا يجوز أن يطلع إنسان من إنسان آخر إلا على ما يطلعه هو عليه يعني ده يعتبر تتبع اسمه تتبع لعورات الناس عورات والعورات دي حضرتك مش عورة جسم بس أو عورة بدن يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحهم بعدهن وعمل موضوع الاستئذان عشان ما نطلعش على عورات البيوت هل العورات عورات جسدية بس لا العورات عورات الأثاث هو مش عايز البيوت أسرار زي ما بنقول يا دك بالضبط مش عايزك تبص على الفرش معين لغاية ما يزبط لك فرش هو بطريقة معينة مش عايزك تبص على أكل معين يعني في عورات مطعم عورات ملبس عورات مشرب عورات أساس وبيت وكساء فكل هذه عورات فربنا سبحانه وتعالى لما عمل المنظومة بتاعت الاستئذان دي علشان البيت ده هو السكن هو السكينة هو الإنسان بيعمل فيه ما يشاء فليس وليس كل ما يعني يحب الإنسان إغفاءه بيبقى حاجة غلط أو عيب بس شكل معين عايز يظهر بها أمام الناس صحيح كان حتى فيها حكمة عند العرب تقول الأكل والنوم عورتان فاستروهما إحنا ليه بيبنكر أنه حد يبصها لحد نايم صحيح أنه ده مش غلط أو لعيب لكن هو فيه شكل معين من اللياقة أنا بحب أظهر به أمام الناس فموضوع الاستئذان ده مرة واحد دخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الخباء كده ثم اطلع على المكان كله وقال السلام عليك يا رسول الله أدخل ده بعد ما خلاص دخل فسيدنا الله صلى الله عليه وسلم عارف عنه إيه قال له ما أراك إلا دخلت يا عدو الله يا عدو الله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يبقى نيجي بقى قياسا على دهوس الشريف معايا مثلا تليفون خاص معايا مثلا أشياء خاصة معايا مثلا حساب خاص اقتحام هذه الأشياء بغير إذن من صاحبها يعتبر انتهاك لخصوصيات بالتأكيد ولا يقبلوا الإسلام ولا يرضى به ويحرمه الشرع ويجرمه القانون حتى قانون العرف الإنساني يجرم هذه التصرف لا فضى فوقك يا دكتور هنستكمل هذه الأقطة المهمة نعم لو تأذنين فقط نأخذ بعض الاتصالات لا تفير لأنه دايما مشاهديننا بيكونوا حرصين على التواصل معنا نبدأ بأختنا هالة من الجزاء وعليكم السلام يا أستهل أهلا وسهلا أهلا حضرتك بعد إذنك عندي سؤالين ممكن أسألهم تفضلي فم مردنا يخلي كان نحسن بي أول سؤال بالنسبة للتجسس عندي سيلفي كان بيتجسس علي مغير معرف فعمل أكتر من حكم مش كويسة فبصراحة ربنا ما كانش بيلاقي رد فعلي من جزء وكده فبقيت أنا اللي رد تمام فذاي بقى غلط النقطة التانية السؤال التانية يعني أنا عايز أسأل بقى السؤال التانية كده شهيلة زنب إن أنا اللي بقيت أرد وأنا بقيت وما تنزلش عن حق تاني طيب السؤال التاني ما هو ده بالنسبة إن أنا كده يبقى شهيلة زنب إن أنا آه أوكي هذا السؤال التاني تمام شكرا جزيلا لحضرتك تابعينا يا أستهل نروح للحاجة عبدالهادي من الشرقية تفضل يا حاجة عبدالهادي أنا ممكن أسأل عم الشيخ سؤال أو الأستاذ عبدالهادي تفضل آه عم الشيخ تفضل تفضل يا أخي أنا يعني ليه يعني أحد زمايلي معايا في في الشغل آه دايما يعني إيه دايما مثلا لو أنا فتح حاجة أو مثلا بقرأ في حاجة دايما يبص في الحاجة اللي أنا بعملها سبت مثلا المكان بتاعي وقمت وسايد مثلا الجهاز بتاعي شغال أو حاجة هو يعرض يبص عدي آه مثلا لو أنا مثلا سبت الدرج اللي فيه مثلا الحاجات بتاعتي أو الأشياء الخاصة بي فيبص عبيه آه لو آه تحركت مثلا آه يعني لو معي حاجة أو شايل مثلا شنطة أو شيء فهو برضو فهل داي لحكمة أو مثلا يعني أنا مش عايز أحريجه تمامي عبدالهادي السؤال واضح خلينا نتابع آه يعني رأي الشرع في هذا الأمر مع الدكتور ربيع وينصح آه حضرتك تتصرف آه إزاي يبقى عندنا هالة وعندنا الأستاذ عبدالهادي آه معنا أختنا أميرة وبعدين نعطي فرصة كاملة للدكتور ربيعي يتفضل بالإجابة أستاذ أميرة أهلا وسهلا أهلا بحضرتك آه هو أنا بس كنت عايزة أسأل على حاجة آه بشأن الخصوصية آه هو أنا زوجي يعني هون مش بيشك فيها ولا حاجة يوميا بييمسك الموبايل وبيعضي فتش فيه وبعد كده مثلا أنه بعدين فجأة يقوم أيدلي هي أختك كانت بعتالك أو صاحبتك كانت كتبالك فهو حتى بيدخل يشوف المسجس المبيني وما بين أي حد فأنا يعني أنا بعض أقول إفرد أنا بتكلم في حاجة ما يفعش أنت تتكلمها أو يعني حاجة خاصة بيني وبينهم فإيه حكم ده وإزاي أن أنا وقفوا يعني ما بيوزي يا أميرة يعني تابعين احنا بنشكرك يعني وبنشكرك على تسامحك كمان لتاليبا أنت الزوجة الوحيدة في مصر اللي بتسمح لزوجها يمسك تليفونها يعني فإحنا بنحسده والله ربنا يكرمك رغد من القاهرة طيب وتدينا فرصة بعد إذنكم الدكتور ربيع يتفضل بالجابة تفضل يا رغد زي حضرتك أهلا وسهلا أنا حب أسأل دكتور ربيع تحت أمرك يا رغد طبعا تفضل هل من أنواع الخصوصية أن أنا مثلا ما كنت دخل على بابايا أمامتي أستأذن هل ده من نوع الاستئذن والخصوصية ولا أدخل عادي على مين يا رغد على بابايا أمامتي آه يعني وانت دخل على بابا وماما في البيت غرفتهم الخاصة يعني تستأذنني ولا لا ده سؤال مهم أنا بشكرك عليه شكرا جزيلا من الحاجات اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيها لأنه برضو الأجيال بتوعلي ومين دول طبعا بس أنا مواجه بالأستاذة أميرة يعني لا مكره أخاك لأبطى ربما لماذا بتسمحلك تمسك التليفون يا دكتور ربيع لا اهو دكتحاب خصوصية أنا كده خرجنا عن الموضوع الأستاذة هالة على ما يبدو أنه فكرة الأسرة بتبقى عايشة في بيت واحد نعم أو للأسف يعني بيت عيلة وممكن يكون أدوار مختلفة أو شؤة مختلفة يعني بتقول أنه شقيق زوجها أحيانا بيتجسس يعني وأنه هي اضطرت ترد عليه فهي آثمة يعني أولا حكم ده إيه والتصرف اللي صرفته إزاي والله يا سيد شريف احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في تطبيق هذا الأمر في كثير من المناطق عملية الاختلاط العائل ده بلا حدود ولا قيود ده يعني منطقة مجهولة عند كثير من الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء قال إياكم والدخول على النساء فقالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو ما معنى الحمو الحمو أخذ زوج اللي هو بنسمى سلفهة اللي هي الأستاذة هلا بتسأل في تحديدا تحديدا في حديث نعم يعني ده إجابة مباشرة من حضرة النبي أفرأيت الحمو يا رسول الله يعني في موضوع الدخول يدخل على زوجة أخوه بلا قيود ولا حدود ولا استئذان وكأنه زي أخوه بالضبط فقال الحمو الموت يا سلام الحمو الموت يعني ايه يعني دخول أخو الزوج على زوجة أخيه بدون استئذان أو بدون وجود أخوه لازم أخوه يكون موجود بدون الضابط دي هو الموت بعينه هو الهلاك وهو الضمار لأنه حتماً سيؤدي إلى نتيجة مؤسفة جداً وهي الموت والهلاك فالتصرف يعني هي بتتصرف الحقيقة إذا اطلم أن جزهة كان سلبياً في هذه المسألة ولم يتخذ رد فعل إيجابي وحاسم وقاطع في هذا الموضوع فهي كده عملت الصح وعملت اللازم بس برضه نعطي كل شيء حقه ولا نجاوزه يعني الراجل مثلاً إذا تصرف تصرف بحجم معين يكون رد الفعل على قدر الحجم وما نجيب لهش بقى مصيبة ما نلفق لهش تهمة ما نتجاوز فيه بما يجلب له شكل غير طبيعي للتصرف اللي هو عمله ويؤدي إلى قطعة الأرحام في النهاية ودي مشكلة طيب اللي أستاذ عبدالهادي من الشرقية بيسأل أن زميل وبيتتبع خصوصيته ولكمبيوتر بتاعه الدرج بتاعه هذا نوع من الفضول مصاب به عدد كبير جداً من الناس الفضول أنا عايز أعرف كل حاجة عن زميل ده طبعاً نهينا عنه وإنت بقى يا أستاذ عبدالهادي ويجيبك أن أنت خد احتياطاتك منه وواجهه بهذا الشيء قل له هذا الشيء أكرهه وألا أسمح به فمن فضلك لا تتعدى على أشيائي أو على خصوصياتي أو بييله أنك عرفت لو بييلتون لك عرفت مرة أو حاجة ربما يرتدي عن زميل طيب أختنا أميرة بتقول أنه زوجها بيمسك تليفونها بيذكروا وممكن بعد كم يوم كده يقول لها أنت أختك كانت بعتلك رسالة لي أنت أخوك قال لك كذا فهي مش عرفت صرف الزي احنا نقول حاجة أولاً أنا أرى أن ليس هناك خصوصية بين الزوج وزوجته يعني ده قالك هن لباس ولكم وأنتم لباس ولكم فعملية أن الزوج يطلع في موبايل زوجته ربما مش اقتحمل الخصوصية بحجم الجريمة اللي احنا بنتكلم عنها من أول الحلقة لكن برضي يجب أن يكون هناك احترام بين الطرفين ومن الاحترام ده أن هي نفسها تسمح له أن يفعل ذلك بدون يعني ما تحرجه أو تحسسه أنه يتجسس عليها أو كلام منه لكن هو برضي يجب أن يكفل لها هذا بزوء وشياكة ولياقة ولباقة ويعرف كل ما يريد لكن دون أن يدخل فيه حواراتها مع أخوتها حواراتها مع أمها حواراتها مع صديقتها في الأحاديث الخاصة والكلام ده كله يعني كل حالة تقدر بقدرها يعني احنا كان فيه الحقيقة بعض المواقف على الانترنت مؤخرة دكتور ربيع تأذن لي بس عايز توقف لأن الموضوع ده عامل دوشة كبيرة فكرة أنه بعض الحسابات والتطبيقات اللي موجودة والزوج عايز الباسورد بتاع الزوجة أو العكس صحيح وده أدى إلى يعني خراب بيوت زي ما حالك تفضلت هنوجاو بس بنتنا العزيزة الغالية رغض نعم اللي بتسأل عن فكرة أنه الأبناء وهم داخلين على الآباء والأمهات يستأذنوا نعم من الشارع ده ولا ايه طبعا نتطرق لموضوع ده سؤال مهم جدا أنا بحييك علي يا أستاذة رغض لأن الحقيقة السؤال ده وجه بنصه كده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وعلى الله عليه وسلم ولما بيكلموا عن الاستئذان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن عدم يعني استئذان وكده فقالوا له يا رسول الله أستأذن أحدنا على أمه واحد بيسأل أستأذن على أمه أنا داخل عليها فسيدنا النبي قال له قال له أيا صرك أن ترى أمك عارية يا سلام هل ممكن تفتح الباب فجأة لا يا والدتك بتغير هدومها فتراها في هذا الشكل قال لا يا رسول الله قال فاستأذن عليها وإحنا عندنا في القرآن في سورة النور اللي كلمتنا عن أدب الاستئذان يا أستاذة رغض لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الاستئذان بصفة عامة للأجانب استأذن لهم الناس الأجانب عني يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم العبيد كان في الوقت ذا في عبيد اللي بيدخل عليكم في أي وقت بدون استئذان لأن عايشين معاكم والأطفال الصغيرة كمان الأطفال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات في ثلاث مرات لازم ما يدخلش إلا ما يخبط من قبل صلاة الفجر الناس نايمة بالليل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة من الظهر العصر الناس مريعة مثلا ومن بعد صلاة العشاء خلاص ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن فيعني دي ثلاث أوقات الأطفال الصغيرة الناس اللي عاش مع بعضها حياة كاملة لازم بيقى فيه استئذان خصوصا في هذه الأوقات الثلاث لا فضفوك دكتور هناخد مجموعة من الصلاة الهاتفية الأخرى عندنا اتصالات كتير هنستأذنكم بس في فاصل سريع ونعود بعده إلى علي من الجليل لأستاذ دكتور ربيع جمعة الغفير ابقوا معنا بحضرتكم مجددا في لقاءنا المستمر معكم عن احترام الخصوصية كيف نظر الإسلام لهذا النوع من الأمور الحياتية وأهمية الخصوصية في حياتنا كان عندي سؤال للدكتور ربيع هستأذن فضلتك بس ناخد أختنا سعاد من القاهرة ثم أطرحه على فضلتك لنفهم بس الفرق بين الحرية والخصوصية وعدم الإضرار بالآخرين وخطورة انتهاك الخصوصية أستاذ سعاد تفضلي أهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنكلم الدكتور اتفضلي فندم احنا سمعين حضرتك لو في سؤال دكتور ربيع مع حضرتك كان جوزي كان تعبين نفسيا فأنا كنت دايما أرأه يعني أشوفه بيتكلم في التليفون حاول اسمعه بيتكلم مع مين بيقول إيه بالصبت يعني أخاف لا يحرق سر من أسرار البيت أو كده وهو توفاه الله بعد كده هل ده بعض حرام ولا حلال بالنسبة لي أنا كانت النية أنه أنا بس إيه إن هو ما يخرجش أي سر طبعا عايزة أعرف هو بيتكلم في إيه يعني هل هو كان مريض ودي تعليمات الأطباء مثلا بفكرة الرئيس لا مش تعليمات ما قاله ديش رأي فيه ولا حاجة هو كان تعليم هو يتعالك في المستشفى وكده ويرجع لجيته وكده ربنا تؤلم رحمته وسكينه فسيح جناته إن شاء الله يا حاجة سعاد هل ده فيها حرمانية علي ولا إيه حاضر حاضر دكتور ربيع سيجيب حاضر تفضي دكتور ربيع الحقيقة هو ده نقطة مهمة جدا إن إحنا هل هناك أوقات أو حالات يجوز فيها إن أنا أتدخل في شؤون الآخرين أو أطلع على أسرار الآخرين من أجل حمايتهم أو من أجل الحماية منهم يعني حمايته أو الحماية منه ده جائز طبعا جائز يعني مثلا الآباء والأمهات اللائي الآباء والأمهات الذين يطلعون في هواتف أبنائهم طبعا بيطلع ما تدافع أنه بيبص في تليفون يشوف في صديق سوء في تصرف غلط بيضبط كده داخل على موقع مش مزبوط لأنه هم في مرحلة خطيرة الأولاد بيبقوا في مرحلة خطيرة الكنترول أو السيطرة على عوطفه على مشاعره على انفعالاته وعلى أهوائه وكذلك البنت بيبقى صعبة جدا ففي الوقت ده من حق الأب والأم أنه هو يدخل هذا العالم لأن إيه هدفه إيه مصلحته إنقاذ أو وقاية هؤلاء الأبناء من مهاوي الضياع والانحراف والانحلال ومن رفقاء السوء ومن نزغات الشيطان يحميه من نفسه نفسه أعداء أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبين ومن هذا المنطلق أظن أن أختنا سعاد كانت بتعمل هذا الشيء زوجها مريض نفسيا فممكن يعمل حاجة ممكن يرتب حاجة معينة ممكن يعني يتصرف تصرف يؤدي به إلى هلاك نفسه وضرار نفسه فكانت من هذا المنطلق تنظر هذا شيء جائز وهذا مبرر مشروع بإذن الله تهون على نفسها يعني نعم طبعا طيب كان سؤالي الفضلتك فكرة الإضرار بالآخرين إمتى تنتهي حريتي أو حقي في وعدم انتهاك الخصوصية الآخرين يا دكتور يعني الخط الفاصل هذه حضرتك متصلة تماما بهذا الشأن الذي نتحدث فيه أنت حر ما لم تدر عظيم يعني لما يبقى إنسان عنده حريته الشخصية عنده عالمه الخاص ولا يجوز لأحد أحد أن أحد يقتحم هذا العالم لكن ماذا لو كان هذا الإنسان مشهور بالضرر أو بالأذى أو بيرتب حاجة وحشة أو بيعمل حاجة مش كويسة ستؤذي نفسه أو ستؤذي غيره أو ستلحق ضرر بالمجتمع أو الناس يجب فورا أن نتدخل لإنقاذ هذا لوقف هذا الضرر عن الإنسان أو عن المجتمع ولا يعتبر انتهاك لهذه الخصوصية وهذا انتهاك جائز يعني في عندنا الحقيقة أمثلة في السنة النبوية على ده لما حصل أن في الرسول صلى الله عليه وسلم جاهز جيش عشان يروح يفتح مكة وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام يبلغوا أن فيه واحدة ست أو أن فيه واحد من الصحابة بعت رسالة أول يعني محاولة تجسس بشكل ما بعت رسالة لأهل مكة يبلغهم فيها بتفاصيل الجيش اللي النبو صلى الله عليه وسلم رايح به وكان الرسول بيحرص جدا على إخفاء خبر الجيش ده ويقول اللهم عمي عن قراش واخفي الأنباء عن قراش حتى نبغتها في دياريه ليه؟ علشان مش عايز دماء الحرب خدعة والسرية لا لا مش عايز دماء كمان عايز يدخل مكة في سلم وفي هدوء بدون حرب عشان لا ترق قطرة دم واحدة عند البيت الحرام فإذا بواحد من الناس محاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ورده والحان الرجل ده من الناس الأفاضل شهدت غزة بدر بسلوه جهة نظر معينة في التصرف دياني فبعت رسالة لأهل مكة بتفاصيل الجيش جاء سيدنا جبريل أخبر النبو عليه الصلاة والسلام إن في رسالة وخدتها واحدة كذا صفاتك كذا راحة إلى مكة معها رسالة بتفاصيل الموضوع ده فأرسل النبي صلى الله عليه بن أبي طالب والمقدار بن عمر وزون الزبير بن العوام في أسل هذه المرأة علشان يجيبوا الرسالة دي ومنها راحوا أدركوها في مكان عند روضة حتى جبريل قال له على اسم المكان اسمها روضة خاخ روضة خاخ دي مكان بين مكة وبين الندينة طلعوا جاري وراها لحقوها في المكان اسمه روضة خاخ ده اسمها سر الست دي سر هاتي يا سر الكتاب قالت كتاب ايه ما مع كتاب ففتشها تفتش سطح ظاهري كده جيوبها وهدومها الظاهرية والكلام ده ما لقوش حاجة إذا لا يوجد معا شيء فسيدنا علي بن أبي طالب تفكر قال له قال ايه قال والله ما كذب الله رسوله يعني ربنا لما بلغ النبي ان في كتاب مع السيد دي لا يكذب رسوله وما كذبنا رسول الله يعني لا الرسول كذب علينا لما بعثنا المشوار ده عشان كده ولا ربنا كذب حضرة النبي في ذلك يا سارة شوف بقى الفكرة بقى وده الشاهد في الحديث يا سارة لا تخرجنا الكتاب او لننزعنا السياب هل يجوز ان الرجل ينزع سياب امرأة اجنبية عنه او يقتحم هذه العورة او كذا مستحيل شرعا لكن هنا اضرار مؤكد مش بشخص ده اضرار بمجتمع بامة لا تخرجنا الكتاب او لننزعنا السياب فقالت لهم طب اديروا وجوهكم فضيروا الشوم عنها فاخرجته من عقاص شعرها من ضفاير شعرها فلما مسكوا الكتاب كده راحوا بالحضرة النبي فتحوا لها في من حاطب ابن ابي بلتع الى اهل مكة ان رسول الله قادم لكم بكذا وكذا 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 تفاصيل الموضوع كله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلموا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي فوالله ما فعلت ذلك ردة عن الإسلام ولا حبا في الكفر او رغبة في الكفر ولكن لي بين هؤلاء الناس اولاد واموال فكرهتوا فاردتوا ان اصطنع عندهم يدا يعني اعمل جميلة عندهم يحفظون بها او يحمون بها اسرتي او اهلي اسرتي او كرام اهلي وكذا سيدنا عمر بن خطاب قال له يا رسول الله ايه اذا لي ان اضرب عنق هذا المنافق قال يا عمر انه قد شهد بدرا البدريين دول لهم وضع معين خالص وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا سلام فدي اذا الشاهد هنا ان الخصوصية لم تمنح سيدنا علي بن ابي طالب ان يهددها بنزع سيابها للتفتيش مرحلة اخرى من التفتيش كان عندنا زيد ابن ارقم برضو في موقع اسمه غزوة بن المصطلق واحد من كبار رأس المنافقين عبدالله ابن ابي اللي كان بيكره النبي جدا ودعوته جدا ولا يترك مناسبة يلحق فيها اذا برسول الله الا يستغله فهم في المعركة دي قال كلمة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما اتنين تقنقوا مع بعض واحد من المهاجرين واحد من الانصار فقال انظر نفخ بقى في نار الفتنة انظر يا معشر الانصار هؤلاء الذين اطعمتموهم طعامكم واسكنتموهم دياركم يفعلون كذا مسألون ومسألون كقول القائل سمن كلبك يأكلك لين رجعنا الى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأزل يقصد بالأعز من نفسه ويقصد بالأزل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم زايد ابن ارقم غلام عنده واحد عشرين سنة طلع جري بالجملة دي اهو بقى اهو ده خاص انت سمعت حديث المجالس بالأمانة لو احنا عادين في مجلس ده المجلس له خصوصية وله حرمة والمجالس بالأمانة واذا حدس الرجل الرجل بالكلمة ثم التفت فهي أمانة يبقى ما ينفعش افش هذا السر لكن زايد ابن ارقم رحل سيدنا النبي واخبره بهذا الكلام لانه فيه اضرار بالمجتمع ونزلت الآية يقولون لان رجعنا الى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومسك سيدنا نبي واذن زايد ابن ارقم كده وقال هذا الذي وفى لله بأذنه ومع النفوش انه نقل كلام بهذا الشكل لا فضة فوك يا دكتور ربيع أسعدتنا والله بهذا اللقاء وبهذه الحلقة بنعتذر لأخوانا وأخواتنا اللي مقدرناش نتواصل معهم عبر التليفون ومقدرناش ناخد اتصالاتهم في نهاية الحلقة وان شاء الله نفسح المجال في الحلقات المقبلة والشكر لحضراتكم جزيل وموصول دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة